متنقلا بين شوارع المدن الأوروبية أنه باص الحرية الذي يقل عائلات تبحث عن مصير أبنائها المغيبين قسريا في أقبية نظام أسد وبعض قوى الظلام في سوريا الحافلة وصلت إلى العاصمة برلين لتستقبلها عوائل أخرى ما تزال تعيش على الأمل لسماع خبر يهدي بالهم وقف الباص وصعدت أمهات وأخوات المغيبين على متنه مطالبين الرأي العامة الألمانية والأوروبية بضرورة التضامن مع مأساتهم والضغط على حكوماتهم للكشف عن مصير أبنائهم اللي بدي يقوله للمجتمع الدولي للحكومات أول الشغلة بدي يقوله أنه أنتم يفترض تشتغلوا على الحل أول قضية هي قضية الإنسانية قضية المعتقلين لأنه إذا عم تفكروا بحل سياسي وسلمي ومستدام بسوريا لا يمكن يصير حل سياسي وسلمي ويستدام هذا الحل قبل الحل قضية المعتقلين الإفراج عن المعتقلين معرفة مصيرهم وشاركت في هذه الفعالية عائلة الأب الإيطالي باولو دالوليو المختطف منذ عام 2013 ودعت شقيقته إلى الكشف عن مصيره وآلاف المغيبين في سوريا مرت خمسة أعوام ونحن لا نعرف أي شيء عن مصير باولو حتى الآن نحن هنا اليوم لنشارك هذه العائلات الألم هم أشخاص فقدوا آباءهم وأولادهم ونحن هنا لنؤكد ونقول بأن هذا التصرف إجرامي صور المغيبين في أقبية الظلام ملأت ساحة فاريسا بلاتس أمام بوابة براندنبورغ التاريخية حتى اختتمت الفعالية بأصوات سيدات سوريا كرال حنين وهن ينشدن للوطن والأب والابن المغيبين بكل عزيمة وإصرار سيجوب هذا الباص شوارع العالم دون كلل وملل حتى تحضن هذه العائلات أبناءها مجددا فباص الحرية لا ينتهي وقوده مكسيم العيسى أورينت نيوز برلين